افتتح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أعمال الدورة العادية الثانية عشر بعد المئة للمجلس الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوزري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أشهد أبو الغيط في كلمته بالدور الذي يطلع به المجلس في إدارة كافة الملفات الاقتصادية والاجتماعية للعمل العربي المشترك وكذا الإشراف على الأجهزة العاملة في هذا الإطار وضف المتحدث أن أبو الغيط أكد على أهمية الدورة الحالية للمجلس حيث أنها تأتي قبيل موعد لعقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة والتي تصطدفها مريتانيا في شهر نوفمبر القادم